تتسرب حشرات البق خلصة إلى الفراش والملابس وغيرها من الأماكن في المنزل وباتت مكافعة هذه الحشرة أمرا صعبا بعد أن أصبحت أكثر مقاومة للمبيدات الحشرية ويعتبر بق الفراش من أصعب إصابات الحشرات إذ لا يقتصر وجوده فقط على السرير بل يختبئ في أماكن أخرى في المنزل فكيف يمكن التخلص منه؟ وللمزيد تنضم إلينا المهندسة ليلى اللوزي المختصة والمرخصة لمكافحة أفات الصحة العامة أهلا بك ليلى معنا صباحك بجمالك أهلا صباحا أهلا رشاة عايشكم سعادة هل يعتبر بق الفراش من الحشرات الضارة وهل هو ناقل للأمراض؟ بداية سيميكس لكتيلانيوس يعني الإسم العلمي لبق الفراش حشرات رحالة من الطراز الأول تتغذى على دم الإنسان والحيوان وتعد من أكثر أنواع الحشرات تأقلما مع الإنسان يعني ما عندهم مشاكل معنا أبدا بيحبوا البيئات اللي فيها الإنسان لأنه يعتبر من أهم العوائل إله ومصدر غذاء أساسي إله ومن المعلومات المثيرة للاهتمام أنه بق الفراش تطور أو بدأ تطوره قبل 50 مليون سنة من إيش؟ أسف أحكي الكلمة الخفاش صارتنا نزلاك لستة الخفاش فكان يعتقد بأن الخفاش هو المضيف الأول لبق الفراش لكن اكتشفوا أنه لا أبدا موجود قبل 50 مليون سنة فأنت عم تحكي عن شيء متأصل من ملايين السنين فزي ما أنا حكيت أنه يتغذى على دم الإنسان والحيوان وفعلا إذا تم إصابته في أي منزل فيعد من أصعب أنواع الحشرات للتخلص منه أو علاجه لأن الأنثى تضاع حوالي 200 بيضة في أي مكان وبمجرد ما يعلم بأي أواعي أو بأي السرير فإن الإصابة انتشرت في المنزل بيأكمله طيب هو اسمه بق الفراش بس يعني مو شرط يكون موجود في مراتب السرير فين الأماكن اللي ممكن أن يتتواجد فيها؟ جميل سؤالك ليش سموا بق الفراش؟ أكثر الأماكن شيوعا اللي تواجده هي الأسرة الفراش لكن يوجد في الشقوق والتصدعات شو يحب يتخبه؟ أي زاويتين مع بعض إطارات الأسرة إطارات الكنب دائما بنقول اعملوا مينتنانس صيانة للبيت وراء الجدران إذا كان مفتوح يحب يتخبه وراء بخاف من البشر بيظل متخبه بيستنى الأماكن الرطبة لا لا ما له علاقة بالرطوبة بيحب بس الأماكن المخبية يتخبه فيها لأنه دائما يغزو أثناء فترة الليل طب هناك علاقة بين عدم النظافة في البيت وانتشار بقي الفراش شكرا سيهام هذه واحدة من الاعتقادات أو الأخطاء الشائعة بقي الفراش غذاءه دم الإنسان أو دم الحيوان فما له علاقة أبدا بالنظافة إصابات اللي له علاقة بالنظافة ممكن تكون كوكروتش لأنها تتغذى على القذارة تعيش في بيئات من القذارة لكن بقي الفراش تحدث الإصابة به عند السفر لأماكن موبوءة دول الكاريبي أمريكا الوسطى أمريكا اللاتينية فبينتقل بالسفر بالفنادق أثاث مستعمل فبينتقل لبيتك عن طريق بيعلق بالأواعي بيعلق بالأثاث بيعلق ما له علاقة أبدا بموضوع النظافة هو من الأخطاء الشائعة فعلا ذكرتي ليلى أنه بس في الليل ليش تحديدا القرصات تكون بس في الليل البق الفراش ليس له أجنحة مش من الحشرات المجنحة كيف بينتقل للعائل البشري أو العائل الحيواني عن طريق الزحف هو سريع زحفه فإما بيزحف بينتظر للنوم أو بيطلع على السقف وبيسقط سقوط حر ليش؟ لأنه بيبحث عن ثاني أكسيد الكربون وبيبحث عن حرارة الأجسام سقوط حر كمان سقوط حر كده كثير فبينتظر لحتى ينام الإنسان لأنه ما بيعرف يطير فبينتظر الفترة المناسبة أو الوقت المناسب لحتى الإنسان يكون هادي وبيبحث بس عن الأماكن الظاهرة هو تقدر يتفرق بينه وبين باقي اللدغات أنه ما قريل جدا أو نادر جدا أنه يلدق فوق الملابس فدائما الأماكن الظاهرة العنق الإيدين الرجلين بيحقن أنبيب يسحب أو يمتص الدماء من ثلاثة إلى خمس دقائق وبعدين بيرجع لمخبأه والأمور تكون تماما قلت يظهر في الليل ويتخبأ بعدين قبل ساعة من شروق الشمس دائما ينشط بيحضر الضحية تابعته بيستناها لتهدى ضحية ضحية العائلة أثار له حتى نكتشفه مبكرا سواء في جسم الإنسان أو حتى في البيت يعني على الفرش ثت علامات ممكن تعرفي فيها أنه منزلك مصاب أو المكان الذي أنت فيه مصاب بالبيتباك أولا حشرات بيض أبيض صغير لدغات على جسم الإنسان بالأغلب لدغات البيتباك رشا بتكون على شكل خط مستوي أو غير مستوي وتكون عليها بقع حمراء صغيرة بتفرق مثلا عن البعوض لأنها تكون ملتهبة أو ملتفخة ممكن تلاقي جلده اللي هو بيكون على شكل قشور خزفية بتلاقيها لأنه اسمتين شاف ليلى صغيرة جدا لا بتلاقيها ممكن تلاقي بقع سوداء بيكون على شكل فعلا لما تشوفي الإصابات عبارة عن زي ما نقول كومي أو عبارة عن مجموعة من البقع السوداء أو نقط حمراء يعني لازم يترك وراء أثار من الحشرات اللي بتترك وراءها أثار لأنه زي ما حكيت لك بكل مرحلة من مراحلة التطور فهو بينزع جلده بيتركه وراء فهو من الحشرات اللي ممكن اكتشافها لأنه أثاره كتير سهلة وبس بدك تلاقيها بس إذا كان اللون الفرشة فاتح بالضبط فدائما دوري على بقع سوداء بقع حمراء أجنحة بدك تدوري بالشقوق والتصدعات قلت لكم بيحب الزوايا فسهل اكتشافه إذا دورت منيه طيب ممكن الناس تلجأ أن تستخدم مبيدات حشرات عادية اللي موجود في المنازل هل هذا يؤد الغرض شوفي هلنا ثلاث أشياء عنا طرق وقاية طرق احتواء وطرق علاج لأنه من الحشرات سريعة الانتشار قلت لكم الأنثى تضع 200 بيضة منحتاج شركات متخصصة لرش الحشرات للقضاء عليها لكن ممكن تعملي إشي لحد ما تطلب المساعدة لا يتحمل درجات الحرارة العالية جدا فوق الستين مئوي أو درجات الحرارة منخفضة تحت الصفر المئوي فممكن تستخدمي مكواية البخار لتمريرها على الأسرة على الستائر ما بيتحملها أبدا إذا كنت شاكة بألعاب أولادك بتدي بيرز بتحطيهم بأكياس بتجمديهم بتتأكدي أنه فعلا تم القضاء على البيض أو تم القضاء على الحشرة نفسها فممكن تستخدمي أمور تساعدك على احتواءها لكن علاجها للأسف لأنه انتشاره صعب فسيدة المنزل إنها تعالجها من تلقاء ذاتها قد يكون من الصعوبة هذا بعد ما يظهر يا غزل يعني قبل ما يظهر فيه الوقاية سؤال جميل طبعا على الأكيد دائما أنا بحكي لكل حتى بيستشيرني خلي خزانة البيت مليئة بالزيوت العطرية إحنا بنحكي عن الحشرة لحتى إن كافح حشرة بنعرف كيف تشتغل الحشرة كيف بتحدد مكان رشا وكيف تحدد مكان سهام بتعتمد على حاستين الشم وعندها جهاز استشعار حراري للبق قلتلكم بيدور على ثاني أكسيد الكربون كما البعوض وعلى حرارة الأجسام بيجي على حرارة الأجسام فبننقضي على واحدة من التنتين ما بيتحمل للروائح القوية والحرارة زي ما قلتلكم إما عالية نقضي عليها أو واطية فالوقاية ممكن تكون استخدام الزيوت العطرية بالضبط دائما خلي منزلك مليء بزيت اللافندر زيت شجرة الشاي يعتبر من المضادات الحيوية اللي إلها قدرة على مكافحة الفيروسات الفطريات الطفيليات دائما هاي الأمور الطبيعية والزيوت الروائح العطرية القوية فعلا متبعد الحشرات عن منزلك بشكل عام وهلأ بقولكم إذا بتخل كيف طريقة طبيعية ممكن نحضر فيها بخاخ سريعا اللي هو ممكن نحضر باودر من الفلفل الحار مع زيت الأوريغانو نحطه مع مجموعة من الماء نظل نرش في زوايا المنزل بيضمن أنه تبتعد هاي الحشرات عن منزلك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لكم